بدأت التحركات الفعلية للولايات المتحدة الأمريكية ضد نظام الملال في طهران حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات جديدة على ستة أشخاص تربطهم سلة بفيلق قدسة التابع للحرس التوري الإيراني فضلا عن ثلاث كيانات إيرانية أخرى وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها على موقعها الإلكترونية إن معاقبة الأفراد الستة والكيانات الثلاثة جاءت بموجب التشريعات الأمريكية التي تستهدف بشكل خاص الإرهابيين الدوليين المشتبه بهم والنشاط المالي الإيراني من جانب آخر منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي تدهورت العملة الإيرانية وسط فشل حكومي في السيطرة على الأوضاع على الرغم من القمع الأمني لسماسرة العمولات الأجنبية حيث ستواجه طهران أزمات عديدة بعد فرض عقوبات جديدة على الاقتصاد المتردي بفعل الفشل الحكومي وارتفاع معدل تضخم في الوقت الذي تصارع فيه أجنحة داخل النظام الإيراني للهرب من المسؤولية مع اتساع التذمر الشعبي في البلاد بعد ثلاثة عوام من اتفاق صوره نظام الملالي وأنصاره في المنطقة بالانتصار ههو نظام الملالي يعود إلى الحصار فمن انهيار اقتصادي إلى انهيار للقناة الإخبارية عبدالله الحاجري